طبعاً بعد الواجبة الاسمة دي جداً أنا أولاً بشكرك يا دكتورة نيفين وأنا بقول ورضو للناس اللي ما تعرفش يعني الدكتورة نيفين يعني شخصية فاضلة جداً في وزارة التضامن وبتقوم بدور كبير قوي قوي بتقوم بقلب بتقوم هذا الدور بقلبه وبرحمة كبيرة جداً وأنا بحيه وبحيه كل اللي عاملين وزارة التضامن بتعلم من حضرتك كثيراً تفضل بتعلم من حضرتك لا العفو طي النقطة التانية خليني برضو من خلال الفرصة دي نحن نقدم كل التقدير والشكر للجامعات الأهلية اللي بتقوم بدور كبير قوي في مجتمعنا واسمحول أقول إن إحنا بنقول ده عشان محدش أبداً يسيقل الجامعيات دي لأن ده جزء كبير جداً من جهدها مبني على ذقة الناس بيها واللي قالته الدكتورة أيوان سأقفلهم أيوان سأقفلهم اللي قالته الدكتورة في ما يخص الجامعيات إن في حوكمة وفي مراجعة بشكل مستمر لما تيجي تتكلم على 34 ألف أو 50 ألف أو 40 ألف أو حتى 10 ألف ده رقم مش بسيط فعشان تراجعه لو حصل واحد في الألف خطأ واحد في الألف أنت بتتكلم في أربعين ما بيحصلش فأنا بقول الكلام ده لنا كلنا لوسائل الإعلام لمواقع التواصل لأنها في النهاية اللي أنت من غير ما تقصد وأنت بتقصد تحمل مجتمع ما فيش كلام من ده لكن عايزي أقول إن الوزارة تتضامن بالميكانة اللي إحنا مهتمين بيها بأنه مش أقل من 7 أو 8 سنين مهتمين إحنا نمكن كل شيء اللي هي من خلالها نقدر نشوف ونشوف كويس كل شيء عشان يبقى حكمنا حكم صائب على الأداء وعلى الشفافية وعلى المصداقية وعلى المصار اللي أي حد مش الجمعية فقط بتعمله وبالتالي مهم جدا إن إحنا وإحنا بنتعامل مع ده يعني لبقى عارفين إن بتقوم بدور بالمناسبة هتزعل من الكلمة دي هم أقدر أقدر مننا في ممارساتهم مع المجتمع أنا بقول كلام يا دكتورة مزبوط صحيح هم أقرب للمجتمع وهم عارفين الأسر والتنسيق ما بيننا الحقيقة بينتج عمل مؤثمر جدا لكن هم شغلوهم كفاية للتطوع كفاية موارد مش بس مالية لكن مراقبة ومتابعة ميدانية صحيح النقطة اللي أنا يعني الملحوظة الوحيدة في كل العروض اللي تمت النهاردة ومبارح وقبل كده هو أنا شايف أن احنا محتاجين نتكلم أكتر والإعلام يغطي أكتر ويبقى لينا مساحة أكبر في مساحة أكبر كتير كتير خاصة في القضاء اللي حضرتك ذكرتها النهاردة محتاجة جهد إعلام كبير قوي إحنا عمرنا ما عملنا جوائز زجد معنى محترم لكتير من الأنشطة اللي بينوا بها متطوعين أو جمعيات أهلية ما عملناش ده طب ما نعمل ده ونجي فيهم زي اللي احنا كده نجيبهم هنا ونجيب المثل ونجيب النموذج ونتكلم فيه لو فيه درق أيتام من اللي شغالة نقول نعمل المسابقة بينهم ونقول أفضل درق أيتام عملت كذا أفضل مستشفى عملت كذا خلوا الناس اللي موجودة اللي ممكن تكون بتقدم من غير ما تاخد بتشتغل من غير ما تاخد بشكل مناسب إن إحنا اللي هم على الأقل متشكرين ف بشكرك دكتور نفيني بشكرك دكتور خالد وربنا يا ربي وفاقكم ترجمة نانسي قنقر